ومن ديون اليونان إلى ديون لبنان الذي يسدد سندات بقيمة مليار دولار تستحق في حزيران يونيو وآب أغسطس من احتياطيات النقد الأجنبي وفق ما كشف مصدر مقرب من البنك المركزي وبحسب القوانين الحالية لميزانية لبنان لا تستطيع الحكومة استدانة مبالغ إضافية هذا العام وقال المصدر إن إعادة تمويل الديون الحالية عن طريق مبادلة سندات قديمة بأخرى جديدة لا تتعارض مع القانون وأوضح أن الخزانة قد تدرس طرحا جديدا مقاوما بدولار قبل نهاية العام إذا أقرت الحكومة قانونا جديدا يسمح بذلك